اشتركوا في القناة وأما بعد فنسأل الله تعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال اللهم تقبل مننا ما مضى من هذا الشهر الفضيل وما قدمناه من الصيام والقيام وصالح الأعمال ويسر لنا ما بقي على أداء وظائفه بما تحبه مننا وترضاه لنا آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إخواننا الأكارم في هذا المجلس المبارك من برنامجنا أياما معدودات جعله الله تعالى روضة من رياض الجنة تكلمنا في الحلقات الماضيتين عن بعض إحكام النوافل عموما وتخصيصا يعني على النوافل بصورة عامة وفضلها وعن بعض النوافل وما زلنا مستمرين في هذا الموضوع المبارك نريد أن نتناول اليوم نافلة مظلومة وإنما أقول مظلومة لأن أهلها قلة لأن من يعملها نزر قليل من عباد الله ولا عجب فالصفوة قلة نعم إن من يعمل هذه النافلة هم صفوة صافية قليلة من خلق الله سبحانه وتعالى هم أهل العناية هم أهل الرعاية هم أهل المراقبة هم أهل التوفيق ولنقل هم أهل الدعوة إلى المائدة الرحمنية هناك مائدة يعدها الله سبحانه وتعالى ولا يدعو إليها إلا من يحبهم طيب ما هي هذه النافلة العظيمة إنها صلاة الليل إن أهل صلاة الليل يا أيها الإخوة صفوة يباهي الله سبحانه وتعالى بهم ملائكته بل تباهى بهم سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إذن نريد أن نتكلم اليوم عن هذه النافلة العظيمة عن صلاة الليل تريدنا أسئلة كثيرة من الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لصلاة الليل يسألون عن وقتها متى تبدأ متى تنتهي ماذا نقول إذا صلينا ما هي الآيات المستحبة فيها كم عدد ركعاتها وفي النهاية ما هو ثواب وما هو فضل من يقوم بها إذن نتناوله في الركن الأول في الركن الموضوع العام صلاة الليل إن شاء الله بالنسبة لصلاة الليل هي أعظم النوافل وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة لوقتها يبدأ من وقت من بعد صلاة الإشاء يمكن للإنسان أن يبتدأ بعد صلاة الإشاء بصلاة الليل وينتهي بالفجر وأفضل الأوقات من حيث العموم يعني ليس في الصلاة فقط وإنما من حيث الذكر من حيث القيام من حيث قراءة القرآن وكذلك الاستغفار وما شاكل ذلك هو الثلث الأخير ثلث السحر الذي تباه الله سبحانه وتعالى فيه بصفة من خلقه فقال وبالأسحار هم يستغفرون وقال والمستغفرين في الأسحار إذن أفضلها الثلث الأخير من أي ساعة يبدأ يختلف بالصيف والشتاء وغير ذلك وإنما نقسم الوقت ما بين صلاة الإشاء وبين صلاة الفجر إلى ثلاثة أقسام فالقسم الأول هو الثلث الأول والثاني هو الثلث الثاني والثالث هو الثلث الأخير الذي هو ثلث السحر طيب إذن كل هذا الوقت هو وقت قيام وكل ما تأخر كان أفضل كم عدد الركعات هذا الأمر يختلف بحسب طول القراءة وقلتها الأفضل طول القراءة مع قلة الركعات في الصلاة الليلية كما أنه في الصلاة النهارية يفضل كثرة الركعات مع قلة القراءة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على ثماني ركعات لكن يطيل بها القراءة حتى تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على ثماني ركعات لا تسأل عن حسنهن يعني تبالغ في العبارة كأنما تقول ذكعات جميلة حسنة منضبطة قائمة كلها خشوع مع كثرة القراءة بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون الليل بركعتين فقط مثلا كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقطع دهره بثلاث ليال يعني ليلة يقومها قائما يقرأ فيها لا يركع إلا قبيل الفجر وليلة يقرأ ما تيسر له ثم يركع ويبقى راكعا إلى قبيل الفجر ثم يقوم ويتم صلاته وليلة الثالثة يقرأ الفاتحة وما تيسر ويركع ويسجد ثم يبقى ساجدا إلى قبيل الفجر وفي اليوم الثالث أعفنا الرابع يرجع ويقومها قائما وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قام الليل كله بركعة واحدة بخاتمة الوتر قرأ فيها القرآن كله هكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يهتمون بمسألة قيام الليل ويتفنون في كيفية أدائه قيام الليل هو مكمل الإيمان ومكمل الفضيلة كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو من الصحابة الأجلاء ممن أدركوا صحبة رسول الله في مكة ومن من هاجروا من أهل الهجرة ومن أكثر الناس رواية عن رسول الله هو الرجل الثاني في الرواية بعد أبو هريرة أبو هريرة هو أكثر صحابة للرواية وقال شرف اختصه الله تعالى به رضي الله عنه والرجل الثاني من حيث كثرة الرواية الرواية هو عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه مدحه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الفضائل لكنه كان لا يقوم الليلة إلا يعني يقوم أحيانا ولا يقوم أحيانا يقوم ربما بأيام متباعدة ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل يقول عبد الله بن عمر فوالله ما تركت ليلة مذ سمعت هذا من رسول الله لم أقومها ما ترك ليلة إلا وقامها يقول ابنه سالم الإمام سالم أحد فقه المدينة السبعة شيخ الإمام مالك المذهب يقول الإمام سالم ابن عبد الله بن عمر يقول والله مات ركعبي القيام حتى مات فالقيام هو دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأب أصحابه لنرى طبعا قبل أن نرى فضل القيام ماذا يقول من يقوم الليل لا بأس هي هو تطوع يمكن أن يقول نوته نصلي على ركعتين لوجه الله طبعا تصلى مثنى مثنى ركعتين ركعتين يمكن أن يقول نوته نصلي تطوعا أصلي ركعتين لوجه الله أصلي نفلا أصلي صلاة الليل أصلي صلاة القيام ليس في ذلك مشكلة حتى لو لم تقل شيئا هو النية النية محلوة القلب وليس اللسان إنما تنطق باللسان أحيانا النيات ليوافق اللسان القلب طيب هل يمكن أن ننام جزءا من الليل ونقوم جزءا؟ نعم وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقوم جزءا من الليل وينام جزءا ينام في البداية ثم يقوم الأخير هنا إذا نمت ولو لحظة واحدة بعد صلاة الإشاء واستيقفت تسمى صلاتك صلاة التهجد وهي أفضل صلوات الليل التهجد أن تذوق قبلها النوم ثم تستيقف وما أجمل أن ينام الإنسان وينوي بنومه التقوي على صلاة الليل يقول سأنام حتى يعني أخذ قصة من النوم وريح بدني والبدن له حق على صاحبه إن جسدك عليك حقا إن البدنك عليك حقا فيعطي البدن حقه ينوي عليه أن يقوم نشطا هنا يكون نومه حبادة وتوقت الساعة أو الهاتف ليقضك بجزء من الليل ثم بعد ذلك تصلي صلاة التهجد لنأتي الآن على الفضل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للقائمين في الليل يباهي الله سبحانه وتعالى بهم كصفوة من خلقه يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً خوفاً من ناره وطمعاً من رحمته تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون طيب ما هي النتيجة؟ فلا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله الله يعني يقول أنت لا تدري يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدري ولا هم يدرون الذين يقومون الليل ماذا أخفى الله عنهم من نعيم تقر به عيونهم؟ فلا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إذن الثواب لم يذكره الله تعالى لنا والإخفاء من علامات التعظيم لا يريد الله تعالى أن يذكره لنا وكأنه يقول إن عقولكم لا تستوعب عقول البشار بصورة عامة لا تستوعب ولا تستطيع حتى التفكير بذلك النعيم الذي يعده الله سبحانه وتعالى للقائمين طيب إذن الفضل الأول أن الله تعالى يباهي بهم خلقه وأعد لهم نعيما لم يذكره لهم فيه قرة عين نسل الله تعالى أن يجعلانا منهم طيب من فضلها أيضا أي الصلاة الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد أقرب ما يكون الرب إلى عبده في جوف الليل فإن استطعت أن تكون هناك فكن أقرب وقت يقترب الله سبحانه وتعالى فيه من خلقه في الليل في جوف الليل حيث ينام الناس فإذا استطعت أن تكون في تلك الساعة في لحظات القرب فكن كن ما معنى القرب القرب يعني بلا تشبيه لله البثل والأعلى أحيانا نقول في أنفسنا لو استطعت أن نواجه الملك أو الرئيس أو الحاكم عندي طلبات أقولها له طيب أحيانا نقرأ في الكتب أن الملك التقى بفلان فقال هل لك حاجة فقال نعم على يدين فسد دينه طيب نعم الله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد في كل لحظة من لحظاتنا الله تعالى معنا يسمع ويرى لكن هناك لحظات هي نفحات اصطفائية مميزة القرب فيها يعني أنك إذا استغفرته غفر لك مباشرة يعني أنك إذا استرزقته طلبت منه الرزق سيرزقك يعني أنك إذا دعوته سيستجيب لك لحظات قرب وهذه المعاني أيضا ذكرت في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتجلى في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من مسترزق فأرزقه هل من سائل فأعطيه سؤله يعني والله عجيب لو طرق الملك بابك وقال مرئيس جمهوريتك ملك دولتك لو طرق عليك الباب في الثلث الأخير من الليل وقال لك هل تحتاج شيئا؟ طيب هل لو علمت بأنه يطرق الآن الباب هل يحسن أن تتركه يطرق الباب حتى يذهب ولا تطلب منه شيئا؟ حتى لو لم تكن تطلب ستفتح له الباب لا شك طيب نحن نعلم بأن الله تعالى يطرق أبوابنا في الثلث الأخير من الليل يعني أن نستغفر الله لا يعني أن نطرق الباب الذي يفهمه لكن المعنى واضح أن الله تعالى يتجلى علينا في الثلث الأخير من الليل يمد إلينا إذا رحمته ويقول هل من مستغفر فأغفر له؟ طيب ألا تريد أن أغفر لك؟ هل أنت مستغني؟ ليس لك عند الله حاجة؟ هل من سائل فأعطيه وسؤله؟ كلنا عندنا سيلا نأم كلنا عندنا حوائج كلنا عندنا رغبات هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم اجعلنا من أهل التوفيق النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن بها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه كانت السيدة عائشة ترق على حاله تراه وقد تجاوز الخمسين وتجاوز الستين ويقف في الليل وهو تعب من كثرة الدعوة تعب من كثرة تلقي الوحي وتلقي الوحي ليس عمرا سهلا ليس مجرد أن ينزل جبريل ويقول يقول الله تعالى كذا ويذهب لا هناك حال عظيم يتحمله رسول الله كان وجه يتفسد عرقا ويسمع منه أنين إذا نزل عليه الوحي بل كان إذا كان يركب الناق وينزل عليه الوحي تبرك الناق على الأرض من ثقل الوحي ورغم ذلك رغم كل هذا التعب كان يقف في الليل صلوات ربي وسلامه عليه يصلي ويبكي وإن قدميه لتتفطران من شدة الوقوف وكثرته وطول الوقوف فترأف عليه أم المؤمنين وتقول يا رسول الله لماذا تجهد نفسك لماذا تتعب نفسك كل هذا التعب ارتح ارتح قليلا نم قليلا أما وقد غفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال تعالى إنا فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا الله الله يعني أفلا أشكر الله أن غفر لي ذنبي يعني هل أستغل المغفرة بما أنه غفر الله لي خلص أنام وأرتحن العبادة لا أفلا أكون عبدا شكورا إذن فصلاة الليل أخذ من هذا الحديث أنها من أعظم أنواع الشكر لله سبحانه وتعالى إضافة إلى ما فيها من الفضائل والمكارم فهي من شكر العبد لربه سبحانه وتعالى طيب لماذا لم يوفق لهذه العبادة كثير من الناس سئل الحسن البصري سأله رجل يا إمام كلما أهم أن أقوم الليل وكلما أنوي لا يعني لا أستطيعه لا أستطيعه إما أنا نام يحلو بعيني النوم أتكاسل أتثاقل فقال الإمام الحسن البصري رحمه الله لا تعصيه في الليل لا تعصيه في النهار يدعوك في الليل المعاصي في النهار هي التي تحجب عنها قيام الليل قيام الليل يعني شيء كأنما هو مائدة من موائد الله سبحانه وتعالى يدعو لها صنفا من خلقه طيب لماذا لم يدعوك يا من حرمت من هذا الفضل لماذا لم يدعوك الله إلى المائدة أنت عصيته في النهار فلم يدعوك إنما يدعو الله تعالى من يحبهم فمن لم يستيقظ أو من ابتعد عن الطاعات فليعلم بأن هناك مشكلة يعني مثل مسألة الجهاد مثل مسألة الجهاد الذين لم يذهبوا للجهاد في سبيل الله ماذا قال الله عنهم قال ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة طيب إذن لماذا ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين الله تعالى ثبت همتهم ولم يخرجوا من الجهاد لماذا هو كره بعاثهم كره الله تعالى أن يراهم في هذا المنسك العظيم وفي هذه العبادة العظيمة فكذلك قيام الليل وكذلك سائر الطاعات أي طاعة تنصرف عنها إذا انصرفت عن صلاة الجماعة فعلا بأن الله تعالى لم يدعوك إليها إذا تكاسلت عن سنة إذا تكاسلت عن فريضة اعلم بأن الله تعالى لم يدعوك إليها لماذا لم يدعوك لماذا أدعى غيرك وما ربك بظلام للعبيد الله لا يدعو إنسانا ويحرم إنسانا آخر إلا بعمله هو هناك إنسان عمل عملا استحق به الدعوة من الله تعالى وهناك إنسان عمل عملا من غضب الله استحق به أن يطرد من هذه المائدة ومن هذه الدعوة طيب قبل أن نصل إلى ركن الفتاوى لنستقبل به أسئلتكم ننهي ركننا هذا بكلمة لماذا هذا التفضيل وهذا التركيز على صلاة الليل في الليل ينام الجبابرة ينام الظالمون ينام الفجار ينام الذين يستغلون عباد الله بالأذى ينامون فالحجب تبدأ ترتفع بين العباد وربهم هناك أعمال سيئة تجعل حجبا ليس على الظالم فقط على كل الناس هناك حجب في النهار لماذا يقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هناك فتن لا تصيب الظالمة فقط تعم الناس كما يقال الشاري عم كما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فالخبث عندما يكثر يكون هلاكا عاما ثم يبعث الله تعالى الناس على نياتهم يوم القيامة ففي النهار هناك الأسواق هناك الغش هناك الكذب هناك البيع باليمين الكاذب هناك التطفيف في الميزان هناك المقامرة هناك التزوير وهناك الظالم يفعل كذا وهناك الفاجر يفعل كذا وهناك الربا في الليل أولئك ليسوا من أهل الليل كلهم ينامون فتبدأ الحجب ترتفع ترتفع وتنفتح أبواب السماء فيختل العبد بربه لذلك كان الليل مميزا عن النهار جعلنا الله وإياكم من أهل الليل ألقاكم في ركن الفتاوى إن شاء الله في استغلوا الفاصل بالاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوانا الأكارم في ركن الفتاوى في حلقتنا المباركة هذه إذن نستقبل أسئلتكم عبر أرقام الهواتف التي ترونها أمامكم كما نستقبل أسئلتكم في الفيسبوك إن شاء الله حيث يبث فيها برنامجنا بثا مباشرا قبل أن نستقبل الاتصالات هناك تعليق من إحدى الأخوات عبر الفيسبوك تعليق لا أريد أن أذكره كله سأذكره جزءا منه تقول إذا كان يصلي الليل فمتى ينام الإنسان والنوم حاجة فيسيولوجية ثم بعد ذلك تكلمت بكلام أترفع عن ذكره أمامكم لأن الإخوة المشاهدين هم من طبقة مكرمة مباركة لا يليق بهم الكلام القبيح ثم وصفت مسألة صلاة الليل بأنها كذب يا أختي إذا كنت أنت تكذبين الله ورسوله فنحن لسنا ملزمين أن نكون مثلك الله تعالى ذكر الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجر يدعون ربهم خوفا وطمعا والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضيلة قيام الليل من قال بأنه لا ينام في الليل نحن ذكرنا بأنه ينام جزءا من الليل طيب الله تعالى بيّن في القرآن بأنه جعل النوم سباتة يعني جعل النوم في الليل ولكن لا يعني أنه ينام الليلة كلها الليل قد يكون 12 ساعة 13 ساعة 14 ساعة بحسب فصول السنة والإنسان بطبيعته يحتاج أقل من نصف هذا الوقت من النوم كما أنه بيّن الطب بأن النوم في القيلولة التي يقبل الظهر بقليل نافع جدا أيضا للبدن فأختي الكريمة احتفظ بكلامك لنفسك وقولك لن يقدم على قول الله ورسوله طيب الأخ أبو يونس من إديالة فضل الشيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ الأموز أحمد السؤال تفضل رحمة إن شاء الله الشيخ احنا نستغل بدواجين تغريبا صارنا ثلاث سنوات طيب الشيخ الدجاج مني يصير عمره تغريبا 30 يوم 29 يوم وبالدواجين يقول اكلوا نعم احنا عدة مرات يصير 25 يوم 26 يوم احنا نقبل لا يقول هو اكلوا احنا ناكل حلال حرام طيب هو لا يوافق قبل الثلاثين الله الشيخ يعني هو شرطه شرطه إذا بلغى ثلاثين فاكلوا بمعنى إذا لم يضعوا ثلاثين فلا تأكلوا هذا واضح الشيخ يعني هو عدة مرات يعني أكون يصير يعني دوى بي يعني خاف من الدوى يعني خاف من الدوى يقول يعني طيب سؤال آخر يعني أكو مرات ما بيدو احنا ناكل يعني قبل قبل الوقت المشروط قبل الثلاثين يوما طيب تسمع الإجابة ما هو السؤال الثاني عندك سؤال الثاني ممنوع الشيخ المنة لله طيب الأخ قتيبة من صلاح الدين تفضل عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا خير الحمد لله حفظكم الله عندي سؤال إذا أمكن نعم ممكن تفضل السؤال الأول ما معنى قوله تعالى فوربك لنسألنه مجمعين نعم طيب سؤال ثاني سؤال ثاني ما هو الدعاء الذي نقوله في صلاة الله تمام المنة لله طيب نجيب على الأسئلة الأخ الذي سأل أنه يعمل في دواجن صاحب الدواجن صاحب المال قال لهم إذا بلغ الدجاج بعمر ثلاثين يوما فاكلوا منه يقول لكننا أحيانا نأكل قبل هذا الموعد ما حكم ذلك بلا شك هذا حرام حرام عليكم أكله إطلاقا هناك قواعد شعرية تقول المشروط شرطا والموقوف وقفا كالمشروع شرعا عندما صاحب الوقف يقول مثلا هذا الماء وقف للشرب لا يجوز التوضع منه ولا يجوز الاقتصال منه كأنما الشريعة حرمت غير الشرب من هذا الماء شرط الوقف كأمر الشارع كذلك شرط صاحب المال عندما يشترط عليكم شرطا فكأنما الشريعة اشترطت هذا الشرط فأخي الكريم يحرم عليكم فاحذروا يحرم عليكم أن تأكلوا الدجاج قبل مرور المدة التي يحددها صاحب المال أو أن تستأذنوا منه يعني ربما كان عمر الدجاج 25 يوما احمل هاتفك وتصل به يا أستر تسمح لنا اليوم أن نذبح دجاجة مثلا أو أن أكل هو لم يبتغذر فين يوما إذا وافق فاكلوا وإلا فيحرم عليكم ذلك في قوله تعالى الأخ يسأل عن قوله تعالى فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ نعم جميع الخلق يسألون عند الله سبحانه وتعالى على كل شيء يقول تعالى يسأل الصادقين عن صدقهم إذا كنت عن الصدق تسأل فما بالك عن الكذب بسم الله السلامة كل الخلق يسألون حتى الأنبياء يسألون حتى الأنبياء يقول الله تعالى لهم هل بلغتم قومكم؟ فيقولون نعم حتى أن بعض الأنبياء يقولون لقوم يقول الله تعالى لهم هل بلغتم قومكم؟ يقولون نعم في أسأل الأقوام يقولون لا يا رب لم يبلغنا يكذبون فلمن يسأل الله الله تعالى يسألنا يسأل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول هل تشهدون لنوح مثلا أنه بلغ قومه فنقول نعم يا رب نشهد فيقول قوم نوح كيف تشهدون يا أمة محمد وأنتم لم تدركون ولم تدركوا نوحا فنقول لهم نحن نصدق الله فالله تعالى يقول في القرآن كريم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم إني لكم منه نذير مبين فالله قال بأن نوحا بلغ فنحن نقول أن نوحا بلغ إذن جميع الخلق يسألون هذا معناه فوربك لا نسأل أنهم أجمعين طيب الأخ علي من كاركوك تصال تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أني أجد تطل الكلم المؤذي أم مطلقا يعني يعني الشيخ أني عندي يعني دلكم والدجاج ما دجاج دائما يعني دعاني من هذا الشي كلب يسرق الدجاج كلب يسرق الدجاج نعم هذا مؤذي هذا مؤذي عندما نقول مؤذي إذا كان سارقا إذا كان مثلا يؤذي الناس بصوته العالي من غير أن يكون حارسا ولا شيء آخر يمو بضب رورة ألا يعاف حتى نقول عنه مؤذي نعم سارق الدجاج يعتبر مؤذيا نعم الكلب المؤذي يجوز قتله نعم أبو علي من النجف أبو علي من النجف معناكم السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله كون صحتكم الرمضان الكريم علينا وعليكم إن شاء الله أمين يا ربي علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين أتمنى لك التوفيق شيخ أبو زحم عليك رحمة أكفت ملاحظتين إذا موز أحمد نعم تفضل ملاحظتين ملاحظة يقولي أكفضائيات قاعدة سو طبخ سو طبخ جدا من ناس الفقرة يعني تعرض تعرض الشيء اللي هو ما يقدر الفقر يريع صحيح الله هذا بسكت الإسلامي هذا شكت عنده وضع الحبثين الإسلامي هذا والثانية الملاحظة الثانية أماني بوقبتك تخليني شوية حتي أصول وحدة هذا رمضان تفضل أخي يكون رمضان بسراب وبالإنسان من عندها وبالإنسان اللي هو في تنوع للفقير الآن الكهرباء رمضان من قطع الكهرباء برمضان هالأمريكا هالإنسان هالسياسيين ان قطع الكهرباء برمضان الله يكتع عنا الهوى الله يكتع عنا دمه الله قوان الله يحرم من الجعالة لعلى تنوع لكل من جبع الكهرباء بهذا أمضان بحث أمضان على الهوى وفات علي بن حدفان بس جاءت علي بن أبي فالك أن يحرمهم من هوا من هوا ومن دمهم ونعلى تنوع لهم من اللعنة يوم القلامة والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تصل مناشدتك إن شاء الله أخي الكريم ونساندك أيضا أنت في هذا نساندك نحن أيضا في هذه المناشدة أيضا طيب الأخ محمد من الموصل تفضل نعم يسأل يعني ألو نعم تفضل معك نعم يسأل هل أن أنت الفترة إلى جيراني بس هو ما يسمو وما يصلي يعني يعني يقول مثلا أقول إيخ ما يصلي يقولوا هو الله مريض بيش ما يصلي يقول مريض فما عرف هل هو يعني مريض ما مريض هل هو السؤال الثاني ما حكم الشرع من الناس يعني ما ينطي مفروس يعني مثلا ينطي وبعدين ما ينطي معهم يعني 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 مديون ولا يرجع الحق إلى أهله قصدك نعم 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 طيب نرجع إلى الأسئلة الأخ الذي سأل عن دعاء صلاة الليل يقول ما هو الدعاء المستحب في صلاة الليل لا يوجد دعاء محدد في صلاة الليل وإنما أي دعاء هو من مواضع الإجابة الليل وصلاة الليل هي من مواضع الإجابة لكن في الثلث الأخير من الليل يستحب الاستغفار يستحب الاستغفار قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون وقالوا هم يستغفرون في الأسحار إذن هذه أمور مستحبة في الأسحار لكن في العشر الأواخر من رمضان في العشر الأواخر من رمضان من يريد أو من يريد أن يتحرى ليلة القدر يستحب أن يقول اللهم إنك عفون تحب العفوة فاعف عني اللهم إنك عفون تحب العفوة فاعف عني هذا دعاء ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يتحرى ليلة القدر الطيب الأخ الذي ناشد مناشدتين حقيقة مناشدات صحيحة ومناشدات تحمل في طياتها الرافع على الفقراء وأيضا هي الرجل الصعب حق في كلهما مسألة الطبخ في رمضان يعني يفضل أن يكون مثلا بعد الفطور أو كذلك لأن الفقير إذا كان صائما بسرعة الصائم يشتهي الصائم يشتهي الطعام أما الغني فإذا اشتهى شيئا اشتراه من السوق وإذا اشتهى طبخا يأمر زوجته أن تعمله له لكن الفقير يشتهي وليس له ما يشتري هذا الشيء الذي يشتهيه فنقول يا ناس ترفقوا بالفقراء بنسبة القنوات التي يعني تعمل برامج الطبخ أما بالنسبة لقطع الكهرباء أمر عجيب وغريب أن الكهرباء كانت مستقيمة قبل رمضان ثم إذا دخل رمضان ضعفت الكهرباء وكثرت ساعات الانقطاع فمناشدة الأخ مشروعة وصحيحة وهو يناشد أهل الكهرباء أنا يعني أضيف إلى مناشدتي وأساند في ذلك أقول لهم يعني ألا تخافون من دعوة الصائم دعوة الصائم ليس بينها وبين الله حجاب يعني كما قال بعض السياسيين من نفس الحكومة يعني ليس من إنسان معادي ولا من إنسان معارض ولا من إنسان خصم قال صرفت الحكومة العراقية منذ 2003 إلى اليوم أنفقت على الكهرباء ما أنه يستطيع أن يجهز أكثر من نصف الكرة الأرضية بالكهرباء هذا قالوا باللسانهم أنا لا أعرف هذه الأمور الاقتصادية والحسابات لكن أين ذهبت هذه الأموال المفروض العراق الآن لا تنقطع فيه الكهرباء لعشرات السنوات بل ويصدروا الكهرباء بينما يعيشوا أهلو في هذا الحر وهم صائمون على أي حال أيها اللصوص أيها السارقون تحملوا الدعوات هذا الرجل دعا عليكم ودعا على أبنائكم فأنتم توقعوا في أي لحظة أن تقع عليكم المصائب والرزايا وأن تقع عليكم المفاجع ونسوا الله تعالى العافية تقو الله ربكم في هذا الشعب المسكين يا ربي الأخ محمد من أربيل تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونحن شكرا الحمد لله بخير حفظكم الله يعني قبل شمس أنا نذرت وما صار بيدي وما وفيت النذر طيب هل سا ما تقدر توفن ما صار عندك توفن نذرك يعني بل الحمد لله كنتي بالرمضان شنذرت يعني نذرت دبيحة مثلا نعم 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 طيب متى ما إذا إلا لم يكن يتسنى لك متى ما تسنى لك اذبح ما كان عندك فلوس شو وقت ما صار عندك فلوس اذبح نعم والسؤال نعم ولكن أنت لا تأكل منها ليأكل أهلك لا بس لكن أنت لا تأكل منها نعم أنا لا أكل منها لا أنت الناذر لا يأكل من نذره الناذر لا يأكل من نذره فقط أهله أهله يأكله نعم وتوزع يعني أبقى لأهلك جزءا ووزع للفقراء أيضا جزء آخر لكن أنت لا تأكل منها تفضل أخ شيخ تفضل نعم نعم شيخ إحنا بالقوات الأمنية نعم وكلفنا بحماية أحد السفارات يعني ما طيب دول أجنبية نعم يعني أكو أذنب شي يوم الله ليش ذنب حكمه في الشارع شنو يعني نعم لا أخي ما بي ذنب تم طيب ليس في ذنب إن شاء الله حياك الله نعم طيب هل يوجد سؤال آخر نعم خالد من صلاح الدين خالد تفضل خالد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخنا أعطي ساعدك حياك الله لنسهلا شيخنا بلاجح من السؤال تفضل رحمة إن شاء الله شيخنا زوجتي نذرة نذر نعم وفي النذر هذا السيد يعني شو أنا قل لك سيد يعني ببغداد شو كان واعدنا طفيل نعم ورحنا علي يعني هو شيخ جامع فسي يعني قام نطينا علاج وهاية فالحمد لله صار عندنا طفيل ونذرة نطي طلي نعم فالطلي أنا ما قبلت أنطي يعني الطلي قلت لك نذبحه ونوزع لوجه الله نعم فذبحناه ونوزعنا وجه الله فداما الولد يوقع يتمرض ونوب ينجرح فقام قالت رحمة أنا نطي من الملامة يعني فشالت الطلي ودتها للسيد هذا نعم هل يجوز لو لا يجوز طيب تسمع الإجابة إن شاء الله الأخ الذي سألنا قبل قليل عن أنه قال عنده جار لا يصلي ولا يصوم هل أعطيه الفطرة فطرة الصوم يقول عندما أسأله يقول أنا مريض طيب المرض يمنعك من الصوم هذا أمر مشروع فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام الأخرى لكن كيف يمنعك من الصلاة إذا لم تستطع أن تصلي واقفا صلي جالسا إذا لم تستطع صلي على جنبك إذا لم تستطع على جنبك فمستلقيا على ظهرك يعني الصلاة لا تسقط عن الإنسان إطلاقا فأخي الكريم غيره أو لا منه هذا يعتبره مرتكبة كبيرة ويعتبره عاصيا متحججا غيره أو لا منه بلا شك طيب أما هناك يقول إنسان غارم يعني مطلوب نحن بالعراق نقول مطلوب فلوس مديون ولا يؤدي الدين يعطي وعودا ولا يفي بوعده يكذب بها مع أنه يملك مع أنه يملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطلو الغني ظلم مطلو الغني ظلم الظالم العون في القرآن الكريم الله تعالى يقول ألا لعنة الله على الظالمين طيب إذن مسألة خطيرة اللعنة هي طرد من رحمة الله نسو الله سلام مسألة خطيرة في المديون الذي لا يؤدي دينه وهو يملك عندما يقول الغني مو المقصود الغني يعني إنسان صاحب ثروة طائلة الغني هو الذي يملك ما يسد به دينه المماطل حرام ليس الإنكار يسان يقول لك أنا مناكر بعدين أنطي يا أخي هذه مماطلة إذا حكم الموعد إذا حكم الموعد فالسداد ملزم وكل ثانية تتأخرها فأنت في هذه الثانية تتحمل وزرا عن الموعد فاحذروا يا أخوان من مماطلة سداد الدين سداد الدين من حقوق الله تعالى على عبده ومن حقوق العبيد فيما بينهم من حقوق العبيد فيما بينهم يعني لا تغفر حتى لو حجة حتى لو جاهد أو حتى لو استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الشهيد يغفروا له كل شيء إلا الدين لماذا استثنى الدين دلالة على عظيم أمره عند الله سبحانه وتعالى نعم فليحذر بعض الناس ربما يتماهلون في هذا الأمر نعم عندنا نتصال آخر الأخ عمر من السليمانية نعم الأخ عمر معنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شكرا يا شيخ حياك الله لأنه سهلا شيخنا لدي سؤال تفضل أنا تنف قبل أصلي نعم بس شنا صلاتي كل بالمسجد طيب ما عرف لا أقرأ ولا أقول شما حرف فراء الأمام ولا حتى الفاتحة يعني ولا حتى تقرأ الفاتحة ما عرف كل شيء سورة الفاتحة محافظة سورة الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بلح بس حيحافظ فجماعة قالوا لي قالوا لي ما يصير أنت ما تعرف بسائل آية وتروح حرام عليك فقمت من وراءهم قلت ما راح أصل يعني حتى يا أخي ما لك علاقة بالعالم أنت راح يصل إلى العالم لو راح رب العالمين واذا قل له لك الناس ما أعرف والله يقولون حرام وهذه الخطيئة أخي عمر عمر خليك وياي الله يرضى عنك معي بذا واحد يقول أنت ما تعرف أتعلم الصلاة الفروض التي فيها الفاتحة فقط يعني أول مرة الله أكبر كل الناس ترف الله أكبر سورة الفاتحة فقط والتحيات اللي بالأخير إذا قلت التحيات لله والصلاة الطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى إباد الله الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صلى على محمد لو قلت هذه العبارة فقط والفاتحة الباقي كلها ليس فرضا التكبيرات الانتقالية سبحان رب العظيم في الركوع سبحان رب العلا في السجود كلها ليست فرائض لو ركعت وأنت ساكت وقمت وأنت ساكت وسجدت وأنت ساكت وقعدت وأنت ساكت وسجدت وأنت ساكت وقمت ثم قرأت الفاتحة صلاتك صحيحة الفاتحة فقط هي الركن الأركان الباقي هي الحركات وليس الكلام الذي فيها الحركات هي الأركان والتحيات في الأخير أيضا ركون والسلام أي سلام عليكم عندما تسلم كذلك ركون فما دمت حافظا الفاتحة احفظ التحيات يعني كلها إذا كتبتها سطرين ليس أكثر كلها سطران ليس أكثر احفظها يا أخي حتى ترضي ربك وتبري أذمتك من الله سبحانه وتعالى طيب وأيضا يا أخي يعني احفظ قصار السور قوله الله أحد إن أعطيناك الكوثر اللي التي يحفظه حتى الأطفال وتقبل اللهم منك وأخي ارجع إلى المسجد لا تأخذ بكلام المثبتين ارجع إلى المسجد بارك الله فيك نعم عمار بن الأنبار تفضل كان عندنا قبل الأخير قبل قليل الأخ عبد الله من إديالة عذرا ربما بقي انتظروا وقطع سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيدك شيخ عند أمي نعم صعوة ما أقدر صعوة مريضة طيب يعني ما أقدر يعني سردنا وصعوة مريضة همارة قال أنا تعرف أنت نعم يعني كم عمر والدتك أربعين أربعين مو شبيرة يا أخوي مريضة عن ما هو مرضها يعني من الصوم والتمارة في قاعدة ما أقدر تمشوه طيب طيب لك سؤال آخر يعني يعني تسمعوا الإجابة إن شاء الله إن شاء الله هياك الله الأخ الذي سأل أنه نذر ولم يفي بنذره لأنه كان لا يملك والآن صار يملك خلاص ما دمت لم تكن تملك فالنذر لا يجب عليك نذر ذبيحة الآن ملكته وجب عليك أن تذبح ولا تأكل من أذرك طيب طيب الأخ الذي سأل أنه كان يعني لم يرزقه الله سبحانه وتعالى بخلفه ثم ذهبوا إلى شيخ فأعطاهم أدوية يعني أدوية أعشاب أو كذا فقدر الله تعالى لهم طيب زوجته نذرت أن تعطي خروفا لهذا الرجل أنتم ملزمون أن تعطوه يعني هو رجل كما ذكرتم إمام مسجد وأعطاكم دواء يعني فالنذر خاص له لا يحق لكم أن تعطوه لغيره لا يحق لكم أن تعطوه لغيره أما الخروف الآخر الذي أعطيته للفقراء فهو إن شاء الله صادقة لكم وشكر أنتم ملزمون أن تعطوه له بما أن هذا نذر خاص أما قولك بأنه يمرض أو يصاب به هذا لا علاقة له بالنذر النذر أمر ملزم شرعي أما كونه يمرض لا يمرض يذهبوا به إلى الطبيب نحن مأمرون أن ننزل الناس منازلهم في المريض في المرض يذهب إلى الطبيب ليس إلى غيره نعم طيب الأخذ زينة بن مغداد تفضلي السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عندي كم سؤال الزوج أختي يتوافق قبل شعر أحد ضحايا مجزاة الطارنية نحن لا ولا نحن نحن بداية جريح ونقلوا للمستشفى ونقلوا عملية نجا منها ولكن بعدين ورحمة قيام مات نعم رحمة الله عليه فهل تنحسب للشهادة تمام دكتور شزمو أكو صورة تشفى عبد الماط القبر مثل التواب يصير التزلح يجعه مرة مثال طيب بس دكتور عفيدة بلا زحمة ممكن أسمع الإجابة سالانان ما عندي كهرباء قاعدة طيب تسمع الإجابة مباشرة شكرا دكتور أسمع الحضار تمام تسمع الإجابة مباشرة بالنسبة لزوج أختك هل هو شهيد نعم ترجع له الشهادة إن شاء الله لأنه قتل في هذا الأمر يرجع له الشهادة وأمره موكون إلى الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن ترسل له الثواب؟ نعم يمكن أن ترسل له الطاعات إذا لم يكن قد حجة فيمكن أن ترسل له حجة نيابة عنه أو عمره بالنيابة عنه وكذلك الصدقات وخاتمات القرآن وأفضل صدقة يمكن أن تهدى للميت هي الماء بحفر بئر أو وضع برات في مسجد أو يعني شق ماء يعني أليس حال ماء ينتفع منه للشرب هذا أفضل وأنواع صدقة للميت نعم أختي سورة تشفع من ظلمة القبر يعني دكتور سورة تشفع من ظلمة القبر السورة تشفع من عذاب القبر وتنجي من عذاب القبر وتشفع لصاحبها سورة الملك سورة تبارك لكن تشفع لقائلها لقائلها الصدقة نور الصدقة نور في القبر الصدقة نور في القبر نعم يعني أفضل شيء صدقة تواصل الصدقة نعم أفضل شيء هو صدقة نعم شكرا دكتور أهلا وسهلا طيب أسئلة عبر الفيسبوك الأخ أسامة أبو زيد يقول الريق في الفم هل يجوز بلعه؟ نعم يجوز بلع الريق الذي في الفم وليس من ذلك المشكلة إن شاء الله هو لا يؤثر على صيام الأخ شاكر محمود صبري يقول أنا مسحور وأنا دائما أريد أن أذهب إلى شيخ ليقرأ لأنني أحس بأنه في داخلي جن يريد أن يخرج ما الحل؟ ساعدني أخي الكريم مسألة تلبس الجن بالإنس هو أمر ممكن وهذا أمر موجود لكن هل جزما أنت فيك جن؟ الله أعلم لعله ربما إنسان وسوسة ربما إنسان يحس بضيق بهذه الأمور ثم يظن هذا الظن عليك أن تذهب إلى شيخ مختص بالرقية الشرعية شيخ مختص بالرقية الشرعية يمكن أن تسأل في منطقتك وسيساعدك إن شاء الله لكن قبل ذلك لو ذهبت إلى طبيب لعل مرضك عضوي وأنت تحس يعني أدى لك بالوسوسة وأنت أعرف بحالتك نعم الأخ داود من أربيل نعم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوان السلام عليكم حياك الله لنا وسهلا أختي مريضة طيب ضغط وجلطة وما تقدر الصوم نعم الشين يعني كفارة شنون طعام ما يسكنون شنون نعم تسمع إجابة إن شاء الله طيب عندنا نتصال الأخة هدى من صلاح الدين تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عند أخوتي رأى الجنجية ما يحتيوا يا أمي ولا شوية خوافنا فيها أخوتي مقاطحة هل أمتي يعني ما يحتيوا إياها أخوتي مقاطحة من سبب من مرأة وقتها ليه إش نورة مقتها لا حوله ولا أخوة الله بالله يعني صدي بمصة وما صدي بنا هل سأمنا خورة وحتى صار بها شكر من وراء نعم ها سؤال الأول وصايم وصايم هاته صايم هو حانية زيان صايم بمضان طيب السؤال الثانية أنا مو أصالة أصالة بحراء نعم وره قصوة الواقع الأقراب هي توقيت توقيت أقراءها والسؤال الثالب نعم شكرا سؤال الثالث هنا من أجل أجعل دعام السجاب طيب والسؤال الرابع نعم قال الله تعالى رب الأسحار هم جزنا وجاء ثقات الماض شكرا جزيلا أهلا السلام طيب نجيب على الأسئلة الأخ أجبناها مباشرة طيب بالنسبة لهذا الرجل الذي لا يكلم أمه بسبب زوجته أولا من عق أمه وبر بزوجته فهم العون وهذا من علامات الساعة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أخي الكريم يعني بالنسبة لصيامك هو صيام عن الجوع والآطش فقط ليس أكثر لا يكون الرمضان سببا للمغفرة ولا يكون سببا لكفارة الذنوب طبعا أنا لا أعرف ما هو السبب لكن عموما عموما الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما يعني في الشرك وصاحب ما في الدنيا معروفة إذا كان أمك وأبوك كفارا أنت ملزم أن تصاحبهما بالمعروف أنت ملزم إذا كانوا كفارا طيب كيف إذا كانت أمك مسلمة تقاطع أمك لا تتكلم مع أمك وتصاب أمك بمرض السكر بسببك كل وجع تتلقاه أمك هو وزر عظيم وكبيرة في رقبتك كل ارتفاع للسكر أما إذا توفيت أمك أسأل الله تعالى لها العافية وأسأل الله أن يطيل في عمرها وأن يبارك في عمرها وفي عملها لكن إذا توفيت أمك بسببك فقد قتلت أمك فاحذر أقول والدين غير مشمول بشفاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مشمول بشفاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحذر طيب هذا طبعاً إضافة إلى ذلك هو يقطع رحمه في أخواته لا يكلم أخواته يعني هذه كبيرة أخرى قطع الرحم كبيرة غير مسألة عقوق الوالدين يا رب سلم سلم نعم الأخ صديق من إدهوك نعم أيضاً الأخ أبو عبد الله من ديالة قبل القليل لانقطع والآن عاد نعم تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي سؤالي تفضل نعم تفضل من أقرأ قرآن شيخ أقول بعض الكلمات شوية تكون ثقيلة على الثاني فأقول هذه كلمة هل يحضر جائز تظن بأننا نطلق بالكلام غير صحيح طيب سؤالك هو واضح يا أخي عندك سؤال أخي نعم هو لثاني شوية يعني الكلمة تكون ثقيلة على لثاني نعم نعم الآن تسمع إن شاء الله تسمع الجواب وأعطيك الحل نعم الأخ أبو عبد الله نعم الأخ أبو عبد الله انقطع نعتذر منه مرة أخرى يا أخي أذرنا يعني كل مرة بسبب صلاة الكثير هل مرتين ينقطع عموما أخ المخرج إذا اتصل الأخ عبد الله فقدمه على غيره لأنه انقطع مرتين طيب الأخ الأخ التي سألت عن قراءة الواقعة بعد صلاة الضحى الأفضل أن تقرأ الواقعة بعد الفجر وليس بعد الضحى وهي من يعني ورد في بعض الآثار أنها تبعد الفقر وتجلب الرزق ووقتها يكون صباحا يعني وسألت الأخ أيضا عن الدعاء في السجود نعم أختي الدعاء في السجود مستحب وهو من مواضع القرب يقول الله تعالى في القرآن الكريم وسجد واقترب والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد إلى ربيه وهو ساجد فالدعاء في السجود مستحب بعد ذكار السجود سبحان رب العالم أو سبحان رب العالم بحمده يسن الدعاء وسألت عن تفسير قولي تعالى وجاءت سكرة الموت سكرة الموت الموت الإنسان يمر بمرحلتين مرحلة النزع ومرحلة القبض فالنزع يتوله جنود الموت صنف من الملائكة تحت إمرة ملك الموت النزع يستمر عند بعض الناس أياما وعند بعض الناس يكون بلحظة واحدة أما القبض فالذي يتولاه ملك الموت فالسكرات هي النزع يسأل الله تعالى أن يهون علينا وهي شديدة هي شديدة حتى النبي صلى الله عليه وسلم عانى منها كان يمسح على وجهه بماء بطست وضعه عنده وهو يقول اللهم هون علي سكرات الموت طيب لماذا قال الله تعالى جاءت الأمر باللغة العربية الأمر المحسوم الأمر الذي يعني محسوم مئة بالمئة تطلق عليه العرب لفظ الماضي حتى وإن لم يحصل بعد مثلا حتى إحنا نستخدمها باللهجة العامية واحد مثلا أبوك يقول لك روح على فلان مكان تقول لها صار هو بعد ما صار لكن كأنه تحقق تقول لها صار يا أبا كأنه تحقق فالله سبحانه وتقول جاءت سكرت الموت خلص حسن الموضوع من لم تأتي اليوم تأتي في وقت آخر فالموت هو أمر محسوم ومحتم على كل الخلق نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن الخاتمة طيب الأخ نون من كاركوك تفضل حالو نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوانك شيخ هلا بيك الحمد لله بخير شيخ عني عندي مرض يعني ثلاث البول تكرم نعم سلا لك العافية يعني يخرج منك البول بدون بدون سيطرة عليه شيخ بدع لمود أشيط مثلث يعني ما تقدر سيطرة عليه يطلع بدون إرادتك مو يطلع بدون إرادتك يعني وقت الصلاة وقت صلاة القرآن هل يجي زغراء الجزاء صلي زين طيب طيب تسمع الإجابة إن شاء الله إلك نعم طيب الأخوة زهرة من بغداد بغداد زهرة زهرة من بغداد تفضلي نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته علينا وعليكم يا رب الله يحفظ عذرا الصوت غير مفهوم ممكن نتغيرين يعني نتغيرين مكان إذا تقدرين الله يحفظيك الصوت مواضح خلاص أنا ما فهم شيء يعني عذرا نقطع الاتصال يعني نرجو تغيير المكان يعني إذا أحببت عادة الاتصال من الأخرى الأخ الذي سأل أن بعض كلمات القرآن صعبة عليه صعبة التلفظ عندما يقرأ القرآن ما هو الحل في البداية أخي اقرأ كيفما استطعت اقرأ في البداية كيفما استطعت حتى إذا وجدتها صعبة حتى إذا ظننت أنك أخطأت بها فأنت مثاب إن شاء الله كما ذكرنا الحديث الذي نذكره دائما يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه فله أجران لكن احرص على أن تتعلم هناك في المساجد دائما هناك مصلون يعني متقنون القراءة حاول أن تتعلم أو الكلمة التي تعصر عليك أو تجدها صعبة اكتبها يعني ضع قربك ورق وقلم أو هاتف موبايل فأي كلمة صعبة اكتبها وضع رقم الآية والاسم السورة ثم اسأل بها أهل الإتقان أو إن شئت اسمعها بواسطة جهاز اسمعها لأن القراءة يكونون منضبطين وتكون قراءة مضبوطة وبالتالي إن شاء الله تتقوى قراءتك أما الأخ الذي عنده سلس البول طيب هناك طهارة اسمها طهارة أصحاب العذر ما هو العذر؟ الأعذار الثلاثة سلس البول أن يخرج منه البول بدون إرادة لا يستطيع أن يحبسه وإنفلات الريح كذلك يخرج منه الريح لا يستطيع أن يمنعه والاستحاضة وهو نزول الدم في أغلب أيام الشهر لهم حكم واحد ما هو الحكم؟ أن يتنزه أولاً يعني يستتر مثلاً صاحب سلس البول يضع واقية حتى البول يخرج إلى ملابسه أو ربما يكون في المسجد وكذلك المرأة المستحاضة ليست الحائض التي يخرج منها الدم بغير وقته كذلك تتوقع منه عندئذ ماذا يفعل؟ بعد أن يتوقع منه يتوضى وضوءاً واحداً في كل وقت يعني مثلاً يريد صلى العصر يتوضى لصلاة العصر شوك تتوضى؟ عندما يؤذن العصر فما بعد ما يجوز يتوضى للعصر قبل وضوء العصر يتوضى ثم يصلي بهذا الوضوء فرضاً واحداً وما يشاء من النوافل صلي السنن لكن تصلي فرضاً واحداً وتقرأ القرآن كذلك فإذا أذن الوقت الآخر عليك أن تجدد وضوءاً جديداً ليس قبل الأذان عندما يؤذن كذلك تصلي الفرض لذلك الوقت فرضاً واحداً وما تشاء من النوافل طيب حتى يأتي الوقت الآخر وهكذا تتوضى لكل وقت أثناء هذا الوقت إذا نزل منك البول بالنسبة لصاحب سلسل البول وإذا خرج الريح من صاحب انفلات الريح وإذا نزل الدم من المستحاضة فصلاته صحيحة ولا يؤثر عليه أطلاقاً تلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذه الطريقة وقال لها صلي وانقطر الدم على الحصير مما يدل على أن هذه الأمور للضرورة لا تعد ناقضة طيب إذن انتهى وقت البرنامج نعتذر اعتذاراً عاماً من جميع الذين بقيت صالاته متعلقة واعتذاراً خاصاً من الأخ عبد الله من إديالة لأنه كرر صالة عدة مرات لكن لم نكن متفرغين الإجابة كنا أثناء إجابة على أسئلة أخرى إذن نعتذر منكم جميعاً تقبل الله منكم صالح الأعمال لا تحريمون من دعائكم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا مولانا محمد وعلى أعلى وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة